موسيقى وفق توجيهات الرعيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين في مساكن حضارية نجحت الدولة في القضاء على المناطق غير الأمنة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة روضة السيدة نموذج وتجربة فريدة على أرض محافظة القاهرة حيث تمت إزالة تل العقارب بالسيدة زينب وتم تنفيذ مشروع روضة السيدة لتغيير حياة السكان إلى الأفضل كنا في بيوت جديمة وبعد كده جينا في شجاك نظيفة جينا في شجاك نظيفة وشجاك حلوة وربنا يخليك يا رئيس فهي كل واحد عايش في شاقته كان كل خمس ست مفارفة عمام واحد مشترك الوقت كل واحد عايش في شاقته مقفول عليه وبيته مستقل بيه وحياعيش نعيشة نظيفة ومساكن حلوة ونظيفة وكل حاجة كويسة نظافة وأمن وأمان والصيانة زي الفل بصراحة وناس كويسة ومحترمة أنا عن نفسي عايزة ناجي لولادي وللأطفال عايزة تعليم أحسن أطفالي يعني الحمد لله بقى بيلعبوا في أمام بيلعبوا جوا الشاقة أنا معي أربع عيال الحمد لله بيلعبوا مع بعضهم جوا شاقتهم بسيبهم بقفل عليهم الباب وانزل شغلي الحمد لله يعني مش هقولها مش هكذب عليك الحمد لله بقيت بسيبهم متطمن عليهم بسيبهم جوا الشاقة وارجع عليهم جوا الشاقة ما بخافش عليهم الحمد لله وبقى حتى لما بينزل الشريح في أمن وفيه الدنيا وفيه النظافة عمال النظافة وفيه ناس كتير أقوم رأي المكان هنا الحمد لله ربنا يبرك لهم وجازون كل خير بلغت تكلفة مشروع روضة السيدة 330 مليون جنيه لتوفير مسكن آمن لأربعة آلاف وثمانين نسمة حيث يحتوي على 816 وحدة سكنية بإجمالي 16 عمارة و198 وحدة إدارية وتجارية بداية من النظافة للأمن للصيانة الخدمات كلها موجودة في المشروع احنا في أميز مشروعات بدائية العشويات احنا في قلب السيرة زينب جنبنا المترو على طول جنبنا مستشفى برريش جنبنا الخدمات كلها موجودة أي خدمات محتاجة المواطن الحمد لله بالله على مدارة 24 ساعة وتنتظر محافظة القاهرة اطلاق النسخة الثانية من مشروع رودة السيدة بحي سيدة زينب ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير الأمنة حيث تمت إزالة منطقة الطيب بالسيدة زينب لتنفيذ مشروع رودة السيدة اثنين الذي أوشك على الانتهاء ليرى النور قريبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر